الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وعد من الثلاث الطلاق الطلاق والحديث وان تنازع اهل العلم في الحكم على سندي لكن العمل عليه عند اهل العلم عند اهل العلم كما قال الامام الترمزي وغيره فالعمل عليه عند اهل العلم انه لا مزحة في الطلاق يعني لا تمزح مع زوجتك وتقول انا كنت امزح لا اذا مزحت في الطلاق فانه يقع فانه يقع فهل السؤال هنا يدخل في المزاح ام لا يدخل هو يقول انا ما كان يمازحها وانما هو كان يريد ان يسألها هل انت طاهر فاخطأ لسانه وقال انت طالب ارى والله اعلم ان الطلاق لا يقع ان الطلاق لا يقع لانه هنا لم يكن يمزح وانما اخطأ انما اخطأ ويقول في كتابه كتاب الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفي الحديث وضع عن امة خطأ والنسيان فارى والله اعلم ان الطلاق هنا لا يقع لكن على المن يستفتع في هذا السؤال ان يتأكد من القراءن حول السائل لانه لا نريد ان نفتح الباب فكل احد يقول انا ما كنت اقصد واخطأت لذا نجد من اهل العلم وان كان ليسهم الجمهور قالوا يقع قالوا ان اخطأ لسان وان كنت لا ارجح ذلك لكن انا اقول يعني قالوا ان طلاقه يقع حتى لا يتوسع الناس في ذلك كل واحد يقول انا ما كنت اقصد وانما اخطأت عندما كنت اقول انت طاهر فقلت انت طالق فقالوا يقع في كل الاحوال يقع في كل الاحوال فنسمع اولا لمن قال اخطأ بالفعل ولم يكن يقصد بالفعل فان كان اخطأ بالفعل ولم يقصد بالفعل فارى والله اعلم ان طلاقه ليس بواقع والله اعلم ترجمة نانسي قنقر